الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق يأتي في ظل متغيرات امنية وسياسية واقتصادية وصحية عدة شهدها العراق في الاسابيع الماضية وتحديات اقليمية ودولية كثيرة ابرزها جائحة كورونا والتي حتمت ان يكون الحوار عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة وليس بصورة مباشرة لحل مسائل معقدة بين البلدين خبراء رأوا ان الاتفاق الاستراتيجي العراقي الامريكي قد يكون مجرد اتفاق لتفعيل واعادة النظر في بنود اتفاقية عام 2008 بين البلدين حيث يوجد نحو 30 ملفا يتضمنها الاتفاق اهمها ملف مكافحة الارهاب وملف الصحة وملف الاقتصاد والتجارة اضافة الى ملف العلاقة السياسية والدبلوماسية بين بغداد وواشنطن هذه الاتفاقية قد تكون اتفاقية تفعيل واعادة نظر ورأي في بنود اتفاقية عام 2008 30 ملف اهمها ملف مكافحة الارهاب وايضا الصحة وملف الاقتصاد بالاضافة الى ملف العلاقة السياسية الدبلوماسية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية اخرون اشاروا الى ان العراق يحاول في هذه المباحثات الحرجة ان يحافظ على طبيعة المفاوض العراقي واذهاره بالقوة التي يراد لها ان تبرز امام مفاوضين اقوية من الولايات المتحدة يعملون على كسب مصالحهم والاستفادة من هذه الاتفاقية يحاول العراق في هذه المباحثات الحرجة تماما ان يحافظ على طبيعة المفاوض العراقي واذهاره بالقوة التي يراد لها ان تبرز امام مفاوضين امريكان كبار لهم باع في هكذا المفاوضات والحصول على مبتغاهم الحوار الذي جاء بدعوة امريكية واستجابة عراقية الى اجرائه قد يتفوت في اسبابه واهدافه بين بغداد وواشنطن الا ان الامر الذي لا شك فيه ان العراق يشكل اهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وان التأسيس لحوار مشترك وليس مفاوضات كان المقصود منه اضفاء طابع المساواة في العلاقة بين البلدين فالحوار يعني المساواة في المكانة الاعتبارية للطرفين المتحاورين ويقود الى تفاهم ثنائي اكثر تناغما في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والامنية والصحية والسياسية فهل سيحصد العراق هذه النتيجة ترجمة نانسي قنقر